بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقبر بحثمان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تتغر في الميزان وأقيم المزن بالقص ولا تخصر الميزان والأرض بضعها للأنام فيها فاكية مره والنقصر ذات الأمام والحب ذو الناس والريعان فبيعيانا ربكما تتذبان خلق الإنسان من صلصال كالفقان وخلق الجنم من مارج من نار فبيعيانا ربكما تتذبان رب المزرقين ورب الموعبين فبيعيانا ربكما تتذبان فبيعيانا ربكما تتذبان يخرج منه من نأذب والمرتان فبيعيانا ربكما تتذبان ولو الجنم من شاءت في البحر كالأعلان فبيعيانا ربكما تتذبان كل منه من يأذبان ويرقى وجه ربكما الجنم من الجنم من الكرام فبيعيانا ربكما تتذبان يتألون يتألون من في السماوات والأرض كل يوم وفي شخص فبيعيانا ربكما تتذبان سنفرض لكم أيها الثقلان فبيعيانا ربكما تتذبان يا معشر الجنم والإنزل استطعتم أن تعفضوا أن تعفضوا من أقتار السماوات والأرض والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبيعيانا ربكما تتذبان يرسل عليكما شهاز من النار ومعاس فلا تنتصران فبيعيانا ربكما تتذبان فإذا شفت السماء فكانت ورددا كتذبان فبيعيانا ربكما تتذبان فبيعيانا ربكما تتذبان فبيعيانا ربكما تتذبان بعés flavours والأقدان فبيعيانا ربكما تتذبان فبيعيانا ربكما تتذبان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ تَهِنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَوَتَا أَفْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِي مَا وَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِي مَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِينَ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِينَ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِي النَّقَاصِرَاتُ التُطَرْفِلَمْ يَنِذِرُنَّ يَنْسُهُمُ قَبْلَهُمْ لَمْ يَصْمِذُنَّ يَنْسُهُمْ قَبْلَهُمْ وَنَاجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُمْ يَا رَبُوتُ وَالْمَرُجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِنْ دُونِهِ مَا تَدَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِ مَا عَيْنَا مِنَ الضَّاقَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِزَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُرٌ مقصورةٌ في الخيامة فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَتْ مُرَبِّكَ لِلْجَنَاءِ وَالْهِكَرَانِ فَبِأَيِّ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ